موسيقى أهلا بكم في جوشو على شاشة التلفزيون العربي طبعاً كلكم عارفين هنتكلم عنيه الأسبوع ده حصل انقلاب عسكري في تركيا الجيش طالع وأعلن عن انقلاب عسكري وأسقط شرعية أردوغان كل الناس بسط على تقربة مصر وكانت خايفة ومرعوبة لتركيا توصل للحكم العسكري اللي وصلت له مصر كله أعلن أن ده انقلاب من أول دقيقة مع ده أحمد موسى المهم أردوغان دعا الشعب للنزول في الشارع الناس على طول استجابت من أول دقيقة نزل المعارضين قبل المؤيدين لأردوغان طلع الجيش واشتبك معهم وقتل حوالي 261 لكن الشعب ما سكتش وكله أعلن رفضه لسيطرة الجيش مع ده أحمد موسى فالشعب في الشارع بقى قدر في ساعتين بس أنه هو يسقط الانقلاب اللي سلقوا الجيش وكله كان فرحان وكله نزل وهتف واحتفل مع ده أحمد موسى هي حكاية أحمد موسى مساء الخير على حضراتكم ومشاهدين الكرام في كل مكان حلقة النهاردة حلقة خاصة مع حضراتكم من دلوقتي لحد ما الصبح تقريبا يعني ابدأوا من دلوقتي جاهزوا نفسكم مساء الخير عم أحمد مساء الفول يا باشا مساء الخير على حضراتك احنا جاهزين والله قاعدين لك بص جابين لك الفشارة هو ابدأ لنا كده بقى احكي لنا وقول لنا الحكاية من البداية هو انقلاب ولا تمثيلية لا انقلاب انقلاب هو عايزين هم ايمين بصورة مش ايمين من انقلاب تمام ايمين بصورة ايمين بصورة اه بس الصورة دي مدام فشلت بقى انقلاب ما ترعبش الراجل يا أسا احمد حرام عليك سيبهوا الرأي فان حرية الرأي مش مشكلة المفاهيم خالص طب ما ثلاثين ستة صورة وياصل انقلاب هم ايمين بصورة ايمين بصورة مش ايمين بالانقلاب ما يجري في تركيا ليس انقلابا عسكريا على الاطلاق هي ثورة من داخل القوات المسلحة التركية ما يجري في تركيا ثورة قام بها الجيش التركي والجيش التركي عندما يقوم بهذه الثورة دائما ينتصر ما تقولش انقلاب مين ما فيش انقلاب في تركيا انا بقول له هي الثورة قام بها الجيش التركي انت بزعق ليه انا بتخد والله اول ما بسمع صوتك ما تزعقش بالراحة وايه ثورة من داخل قوات المسلحة التركية دي اه تقصد انقلاب ثوري لا بس دا ما تكملش معهم ساعتين يعني لا منه ثورة ولا منه انقلاب يا طرح دا يطلع ايه تشهر الجيش التركي بشكل كبير في اسطنبول وفي انقرة طيب دا خبر كويس وانا شخصيا سعيد به واول ما دخلت الاستوديو قلتك يا رب يكون استلاع عالحكم يا رب يكون استلاع على الحكم يا رب يا رب يطلع صطو مسلح على الحكم يا رب يا رب Wayistli على الحكم يا رب يا رب يا عم انحاء العالم يا رب يا رب ا syntاء فهدومقراطية حضر فهدها يا رب على فكرة على فكرة هو طلب كويس بس للأسف والله ده مش عندنا في المينيون بص فيه ثورة شعبية وفيه انقلاب أو ممكن نعمل لك سبيشة الأردن نعمل لك انقلاب بناكد ثورة حاجة كده ميكس انقلاب ثورة أو انقلاب مص سوى كده زي اللي حصل في تركيا بص ادينا انت بس ساعتين وان شاء الله ويكون الأردن عند حضرتك بس الانقلاب ده ليه يا جماعة ليه ليه الأتراك عايشين عيشة حلوة وحرية وفي مدة قصيرة بقت تركيا دولة متقدمة اتداعي ان يحصل عندهم انقلاب هل ده بسبب اختلافات سياسية معينة ولا ده كان مجرد سعي من الجيش لتولي السلطة الرؤية المصرية هي التي انتصرت في الآخر وخلينا ارجع بذاكرة شوية لما الرئيس السيسي أثناء انتخابه قال انا بكرة اكبر واضربكم دي كانت اشارة وناس اخرت منها احنا النهاردة بنشوف بعد سنتين من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي كيف ان الرؤية المصرية هلات انتصرت ايه ده ثانية واحدة يعني بكرة اكبر واضربكم كيف ترؤية مصرية عشان يحسن انقلاب لا استنى بقى نرجع للأرشيف بقى استواني بقى كده بقى خليك معايا دي كده ما يصحش كده يعني ما حاش قسم بالله تاني كونوا كده اهي ادي بكرة اكبر واضربكم لأ مشطوبة بقى من الأرشيف كده كده تفهمناها عبال بقى بقى لا وعرفنا بعدها بسنتين خلي بالكم يعني معرفناش ساعتها عشان فيه بس الناس مش بيبقى فاهمة شفارات الرئيس عشان فيه يعني ايه ما تيقوش ترياءه بعد كده لأ وخلي بالكم بقى كان فيه ساعتين وسنتين ها الحدي ايه فهم بقى يا جماعة التهريك ده لسه برضو معرفناش ايه اللي وصل الجيش للانقلاب على أردغان هل ده بسبب احتكار أردغان للسياسات البلد ولا مثلا بسبب انحرافه عن المصاري الديمقراطي يا ترى ايه السبب كل من يأتي على هذا الوطن العظيم وعلى مصر العظيمة ربنا بيجيبها له من عنده خلي بالكم اللي بيجي على مصر يا ربنا سبحانه وتعالى ما بيدوش خير أبدا الله أكبر شفتوا بقى اللي بيجي على مصر يعني اللي بيجي على مصر ما بيكسب الشعب المصري اي حد يجي عليه يجي عليه صدقني ما بينجحش يعني اللي ييجي على مصر ما يكسب امين يا رب اللي ييجي على مصر ما يكسب او الله يا ابن اللي بييجي علينا ما بيكسبش ابتا اله يا رب ما يوعي ييجي يا رب اللي بيجي على بلدنا ما يقوم لقوم ابتا انتوا عاديين في استوديو ولا عاديين في المطبخ ولا ده ايه ايه جو الراتح ده انت فرحان عشان الدول يا مطرت على غسيل جارتك ولا عشان تركيا حصل في انقلاب انا كمشاهد مش عايز حد يقعد يردحلي انا عايز حد يلخصلي لو فيه منشط يلخص الاحداث اللي بتحصل النهاردة في تركيا ولو انا هكتبه بكرة في مجلتي هيكون بعنوان لعنة الفرعنة هي عدالة السماء اللي هي نزلت على سماء تركيا بقى النهاردة السماء بتنتصر الى مصر عدالة السماء نزلت على استاذ باليربو الله هي عدالة السماء جابت تركيا الارض بتقفروا ليه اهي اهي هي لعنة الفرعنة الصراحة احنا حسدناهم ورزعناهم معين جابتهم الارض بس بيقول عليها لعنة الفرعنة برضو عشان يعني ايه منظرنا قدام الناس عشان كده مهم جدا انك تشارك الناس معاك في كل حاجة ليه عشان ما حدش يبصلك فيها اكيد ده اللي عمل اردوغان اكيد اردوغان غلط غلطة خلى الجيش ينقلب عليه اردوغان نحى الجيش جانبا خلى الجيش اللي كان مسيطر من اول فترة كمال اتاتورك حتى الان تنحى دور الجيش جانبا راجب طيب اردوغان اخضع كل شيء حتى تكون تركيا في قبضتي ومن معه ويبعد الجيش تماما مش يشركوا في الحكم لا لا غلطة مالوش حق خالص ازاي يعني ما يشركش الجيش في السياسة ده حتى اللي يحكم لوحده يزور معروفة في كل بلاد العالم الجيش بيحكم ده حتى اسمها القوات المسلحة يعني من اسمها تحكم يا جماعة ادوا العيش لقواته ما هي انتوا فهموا الجيوش عندنا عاملة ازاي الجيوش عندنا عاملة زي الوادي الرخيم صاحب الكورة يتلعبوا معاك يا مفيش لعب خالص فيا جماعة لعبوا الجيوش معاكوا في الحكم ليه ما تشركوش في الحكم فبصراحة بقى هو ده السبب الرئيسي للانقلاب على وردوغان ومن حقه من حقهم بصراحة وكده الشعب التركي بقى من حقه يفرح وينزل المادي ايه رأيك في اللي حصل في تركيا فنة ايه رأيك انت انا فرحان فرحان والله العظيم بجد معنا الكاتبة الصحفية فجر السعيد اعتقد ان انت في منتج السعادة دلوقتي انا مزغرت اصلا انا حاسس بيك خالص يا سلام ده حاجة جميلة عشان انت حبيبي ووشك حلو علينا الجيش التركي يعلن السيطرة على تركيا ايه رأيك الخبر الحلو ده ايه الجمال ده تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر كما انا اقول لك خبر عشان انت في الشارع الجيش التركي اعلن السيطرة على تركيا وخلع اردوغان ايه رأيك احسن والله يعني اردوغان كده اشتال اه اتقل على الله خلاص ايه ده اردوغان اشتال الف مبروك لا اشتنى بقى ما فرح قريب انا كمان الو ايه يا محمدين الف مبروك يا ودي الانقلاب اردوغان اشتال الحمد لله الله يسلمك يا حبيبي الله يبرج فيك يلا عقبال بابا حبيبي الو ايه يا امريكا عامل ايه مشان الفرح فيك بقى هو احنا اصرنا معك في حاجة طاق قالو ايه يا دي عفتاح انزل يا ودي البلد بسرعة تركيا عملت انقلابه عايزين حد امين يصرفه اه اردوغان اتشال خلاص الحمد لله معك الجنبك حساسين اديني حساسين قالو ايه يا حساسين اردوغان طلع ماشتالش يا حساسين هنعمل ايه دلوقت يا حساسين ليلة صعبة جدا عشتها تركيا مبارح لكن في الحقيقة الشعب التركي وجه رسالة للعالم كله ان شعب متحضر وبيقول كلمته اللي هو عاوزها بالزبط حاجة جميلة قوي يا جماعة والله انت اللي جميل يا حساسين حبيبي والله مثال للاعلام المارن بيقول كل حاجة وعكسها عادي مش فارق معاه حاجة اردوغان اشتال فرحانين ما اشتالش الشعب التركي عظيم هي دي سماك الاعلاميين تقولي الحق تبقى اعلامي انت تبقى حساسين بس كده يا جماعة في وسط الزيت ها دي كلها اردوغان بطلعش اتكلم الا صحيح هذا Luis اين اردوغان الان اردوغان يطلب اللجوء الى المانيا روسيا تعلن الموافقة على منح اردوغان لجوء سياسي اردوغان أ подтدفل بنولة ارو sage سويا اللي شار الى انها المانيا يا إما هي روح روسيا هو يا إما هي روح فين المانيا قطر قطر طيارت وعايزة تروح ألمانيا وربيني نزلوها توجه الرئيس أردغان إلى مطار أتاتور تم القبض عليها سلام وحاولته التوجه إلى قطر وصلت إلى مطار أتاتورك طيارة أردغان ألمانيا ألمانيا قطر روسيا المنى ألمانيا روسيا روسيا لما يباشرد يو شوك يارده شوان ده ألباي بينباشي يارباي وسائر إتونيولا جبوه أوردا كامو يجب ده يفر لأوردا جيد يجب بتشحتاطوا الراجل ليه معاكو يا جدعال؟ بتفتوا ليه؟ ما تقولوا ما يعرفش معروفة أي رئيس بيفشل بيروح البلد اللي بيتموله أردغان فشل؟ هيروح البلد اللي بيتموله عارفها أقول ما تعرفش ما تفتيش شافيه لما فشل راح فين؟ مراح البلد اللي بيتموله شافيه السيسي لو فشل هيقعد في مصر السيسي لو فشل هيقعدوكو في مصر على قلبكو عداء الوطن ده جاي بصورة شعبية هي سايبة ولا إيه؟ عشان كده الجيش التركي فشل لأنه ما جايش بصورة شعبية لعا كونه فشل ده هيقصر كتير جدا على المفهومنا اللي حصل ايه ده؟ يعني كده جملة بكو راكبر واضربكو احنا لسه مش فاهمينها؟ بكرة أكبر واضربكو تاني اكيد هنحتاجها قد اكيد لها مغزة اكيد لها مغزة المهم احنا لسه نكملين معاكو في قصة الانقلاب حكولنا يا جماعة ايه اللي حصل بعد كده؟ اغرب انقلاب عسكري حصل في التاريخ انقلاب الليل محاه الفجر مدة الانقلاب سويعات قليلة انقلاب الساعات الست فيش ساعات قليلة ساعة ساعتين ولاقينا خلاص الانقلاب ده ملوش اي أثر انقلاب مفيش انقلاب في ساعتين كده بيخلص يعني ما اعتقدش يعني اقل من ساعتين انقلبت الامور رأسا على عاقب وده كان اسرع انقلاب الحقيقة شوناه في العصر الحديث ومتهالي والقديم حتى هو بدأ الساعة عشرة خلاص معنا الساعة اثنين ثانية واحدة كده بقى سبك بقى من الانقلاب ومن تركيا ومن اردغان وتعالى هنا اقول لي انت بتقعد اربعة ساعات على التلفزيون ليه؟ بتعمل فهم ايه؟ وكمان زعلان ان الانقلاب خلاص في الساعتين طب انت بتلوقه اربعة ساعات ده انقلاب انقلاب بس مفيش مرض انقلاب بيتخل في الساعتين يا جماعة ده اكيد معناه ان الجيش التركي عمل حاجه غل Design مش معقولة ده ساعتين بس يا جماعة فين ايام زمن الانقلابات الجميل الانقلابات محتاجش فيه بركة ده عندنا انقلاب بيجي ستين سنة لسه على قديمه وفيه بركة فيه خير يا جماعة طب يعني كان المفروض الجيش يعمل ايه عشان يعمل انقلاب ناجح حرام والله تمتخيلين فيه كم واحد دلوقتي بعدما كان منظم صهرة حلوة وقاعدة جميلة قاعد مش لقي حاجة يعملها من كتر الصدمة مفيش غير واحد بس يا جماعة اللي خد الصدمة دي بصدر رحب وتقبل الموضوع ثانية واحدة ما تشغلش الفيديو ثانية واحدة شغل فيديو الإهانة بالغة للجيش التركي الجيش التركي تعرض لانتهاكات وآآ يعني اتقلع بانطلوناتهم يعني بالآخر كده اتقلعت بانطلونات الجيش التركي وترامت ومشوا بغير هدوم وفيهم ناس مشت بشوية هدوم بسيطة حاجات بسيطة يعني مش عايز اعمل مقارنات ده احنا عندنا يعني واللي نايمين على والده تشوف قاعدل لواحد من الميليشيا بيدرب العسكري جوه الدبابة يا حبيبي صعبت عليك الدبابة بقول لها تفروبوا الدبابة ما صعبش عليك حسست ان الدبابة دي منت اخته لأ بس احسن من الاول يا جماعة بصراحة افيش وقت صفير بسيط بس شغال طب خلاص انسي موضوع الدبابة قولينا قولينا زي الجيش اتعامل مع شعب رفض الانقلاب من غير اهم حاجة ما نئزي الدبابة ايه ده ده منظر جيش التركي ده اللي قدامنا ده جيش التركي بيعمل كده جيش بيرمسلاحه ازاي يعني ايه جيش ييرمسلاحه وينزلوا كده رفعين ايديهم رفع ايدوا المين ده انت الجيش اللي عندك القوة اهد الناس سابوا الدبابات ونزلوا ولا رصاصة ينفع كده ينفع ولا رصاصة يا جيش تركيا يعني كده تزعله استاذ احمد موسى طب يعني رضو بأي حاجة ان شاء الله حتى رصاص مطاطي اشوقت رصاص حي كده مع قنبلة غاز احبت رصاص مطاطي اشوقت مش عارف ايه جدا يعني نعمل احلى انقلاب ما تهدك كده استاذ احمد وتكلم بحيادية شوية ركز استهدى بالله عشان انا مش فان منك حاجة اشرح لنا الموقف الاول اشرح لنا الموقف الاول بالراحة كده ومن غير زعيء ابوس ايدك ساعة بعد الاول دبابات نزلت وتقريبا انقلاب ثم بيان عسكري رقم واحد وبتقول واحدة من اهم المزيعات في التلفزيون الترك اللي هو التلفزيون الرسمي بتقول انه حصل سيطرة والحكم والانقلاب ايه ايه لا حول ولا قوة الا بالله فاشل يا اوستاذ احمد قول قول الانقلاب فاشل بدل ما تهند كده انا عارف انك مش مستوعبها بس ده اللي حصل للأسف طب فين الجيش فين الجيش يا جماعة من الكلام ده ينفع الجيش ما بتصدفش صح ليه مدنيين اتراك يعتلون دبابة ويضربون الجنود الجيش التركي مشهور بانه ذئاب الاناضول انا مندهش جدا يعني الحياة يدهشني جدا هذا المنظر يمكن هذا هو الجيل الجديد من الجيش التركي اللي في قلبه المودة والانسانية والرحمة والأخوة يا حبيب الجيش اللي بيخلي المدنيين يركبوا الدبابة ويضربوا العساكر جوه الدبابة ما عرفش يمكن الجيش التركي اخلاقه تغيرت اول انا عارف انك هتموت على الاخلاق اللي بازت لجيش التركي هو الجيل الجديد كله كده طالع بايز هو اللي جايبنا ورا منهم لله الشباب خربينها في كل حتة فين جيل زمان وخير زمان كانت الدبابة فيها الخير كله كده كانت تقعد تضرب في المتظاهرين طول اليوم وروس اسمها بخلاص سبحان الله ما تفهمش ازاي حاجة فيها بركة زمان دي حاجة بتاعت ربنا ما نفهمهاش لكن للأسف اليومين دول ما بقاش فيهم بركة خلاص طب نفكنا يا جماعة من الجيش الجيش ده اخلاقه تغيرت فين الشرطة فين الشرطة تحل محل الجيش وتقوم بدورها الصح في الانقلابات اول مرة استه السيد نشوف ان شرطة تستطيع ان تتغلب او تحبط محاولة تقوم بها قوات مسلحة قوات شرطية بتحتفل قوات تابعة للجيش شاب البوليس مسك الناس بتواجهش عبط عليهم باين ولا ايدا وما نكمش مع بعض ولا ايك مع دول لا ما هم باقبة وكل هم ضب بعض يا زوجته اه مش زينا ايد واحدة لا مش زينا خالص للأسف ما هماش ايد واحدة زي عندنا شرطة وحشة مش في خدمة الشعب كده ما عندهمش خناصين عيون لا حتى ما كلفوش خطيرهم يسحلوا ثلاثة اربعة كده من نزلوا الشارع ايه الشرطة الوحشة دي طب يا عم بلاش الشرطة وبلاش الجيش خالص فين المعارضة المعارضة الجميلة جت لها فرصة لحد عندها ان هي تاخد السلطة بانقلاب عسكري الاحزاب السياسية الاحزاب السياسية اعلانك رفقها للانقلاب يعني دي مسألة الاحزاب حتى الاحزاب المعارضة حكي احزاب المعارضة من هي بتجفع من الجمقراكية في النعاية انه جاء انقلاب طبعا تلشان اي حاجة خالص مش قادر تستوعب يعني ايه معارضة واقفة مع مصلحة البلد يا دي معارضة دي فين المعارضة بتاعت زمان برضو كانت فعل خير كله والله لما كانت تخسر في الانتخابات تروح تجري تعيط وتجيب الجيش عشان ياخدوا الحك انا مش قادر اصدق يا جماعة مش قادر اصدق معقولة في جيش بيسلم بسرعة كده للمدنيين وشرطة بتقبط على الجيش والمعارضة وقفة مع الحكومة هو اللي بيحصل ده يا جماعة فيلم هندي واضح مع علمه الهندية يعمل انقلاب يخلص في ساعة ونص ده فيه افلام امريكاني اطول من ساعة ونص اؤكد ان ما حدث هو عبارة عن تمثيلية دي تمثيلية كبيرة جدا ان ما جرى كان مسرحية مسرحية اردوغانية عبثية ما حدث هو مسرحية هزلية احنا قدام تمثيلية دي تمثيلية عملها اردوغان ايه نوع الحشيش المفروض ندخنه عشان نصدق التمثيلية دي هو نوع واحد بس الحشيش المصري معروف يا جماعة الانقلاب ابو ساعتين ده بيبقى تمثيلية لكن الانقلاب لازم يبقى ستين سنة عشان يبقى فيلم هندي انا هقول لكم ايه اللي حصل لو اردوغان خد نفس حشيش مصري وقام رايح اقيل للناس بصوا احنا هنعمل انكم هتنقلبوا علي اتباعي هيتزهر ضدكم دوسهم بتجبابات الناس منهم هتموت عادي هروح اقبض عليكم وصوركم بالبكسرات واخلعكم من مناصبكم واحاكمكم بالخيانة العظمية شايفين الموضوع تمثيلية ازاي؟ هو الاعلام اللي فرح في الاول وقاعد يهلل مش قادر يقتنع ان الموضوع باز لانه ليه؟ الاعلام اول مرة يشوف معارضة وطنية اول مرة يشوف اعلام خايف على بلده اول مرة يشوف شرطة في خدمة الشعب اكيد مش قادر يقتنع غير نهاية تمثيلية استنوا الفقرة الجاية اهلا بكم مرة تانية في وسط الانقلاب العسكري اللي حصل في تركيا الاسبوع ده وما بين مؤيد ومعارض ومين مع مين كل واحد بيفتي وبيروج للإشعاعات فاحنا كنا محتاجين ان احنا نسمع الاخبار من صوت جديد غير كل الاصوات الاعلامية اللي موجودة على الساحة محتاجين حد يبايلنا اللي بيحصل بالزبط بس بصوت مختلف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين لحظات ونكون معاكم في بس مباشر من تركيا احداث مصيرة للغاية انباء عن انقلاب عسكري بتركيا انا ماسمعتش اي حاجة عشان كده الحمدل ليه مش هعلق وانا بصراحة رجعت في كلامي مش عايزين صوت جديد اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش عايزين اي جهة اعلامية موثوقة بتزيع اللي بيحصل بيحترافية تغطينا اللي بيحصل التلفزيون المصري والله دكتور النهاردة يعني غطى تغطية مميزة برضو على فكر على احداث تركية؟ على احداث تركية يعني الاول مرة الاقي تغطية مميزة في التلفزيون المصري التلفزيون المصري؟ لا استنى بقى استنى بقى يا ابو اخزة يا سيد احمد معلش يعني كل واحد ومقامه ها يلا بقى يا جماعة ورونا بقى التلفزيون المصري والتغطية المحترمة بتاعت ورونا يلا التلفزيون المصري عمر عمر دكتور سعد دكتور سعد عمر احمد عمر دكتور مختار دكتور مختار دكتور مختار غباشي عمر 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 انت عمر رضى يا عمر بسرعة الانقلاب عندهم بيخلص في ساعتين عايزين نلحق رضى يا عمر عمر يعني حدثني عن اخر التطورات لديك ومدى استجابة الشعب لهذا التحرك من الجيش يلا اوكي فضل عمر لا والله ما عنديش تلفون ارض وقال لي يلا اوكي ويه ما عندكش تلفون ارض دي انت بتغطي من بيتكو اللي منين بالزبط يا عمر طب تستعبطنا عمر طب ما عليش يا جماعة واضح ان المراسل مشغول مش فاضي او بيشتغلنا بقى ليش الصوت بقى ليش الصوت خالص انه وللنا الصورة حتى خاصة مع طبيعة الشعب التركي اذا اختار الوقت الملايب تماما بعد دراسات رأي عمدخ قطات التركية قد اعلقت الجسرين المؤديين الى اسطنبول فيما حلقت قطاء لانه اا اا الشعب التركي خلال البصرة الحالية والبصرة الماضية الذي اودى بحياتك كثير من الاطراك ربما كان يقضي يأذن به ايه الكبار الفاضية دي اربع ساعات بتصوروا الكبار الفاضية يا جماعة حد يقولهم ان انتم بتصوروا تركيا مش مصر معلش يا جماعة صموا حفظين صورة يعني كبر فاضي يطلع بقى قصر النيل ولا البصفور مش فرقة المهم انه كبري وبحثين طب والله الهيئة الهندسية التركية عاملة شغلة عالية المال الشعب رفض الانقلاب ليه والله حاجة نضيفة خالص هيه الكباري فاضية ونضيفة هيه سلام ايوا ايوا بقى الزوم بقى ايوا قورينا قدي ايه اسفلت ولا بركيه ده بقى ايوا قورينا بقى ده اسفلت ده ولا بركيه لا حلوة والله حاجة نضيفة خالص فاضية هيه ايه ده مين دي ما فيها جماعة من دي يلا مش مشكلة مش مشكلة احنا متعودين على التلفزيون المصري من كده كله سقطات انا بقول ناخد اخبارنا من القنوات الخاصة بقى لها التلفزيون المصري ونركز في القنوات الخاصة يعني طب نكلم طيب يعني عايزة حدركة تشير الى هذا الموضوع اولا تقول لنا اوضاعهم الاقتصادية عاملة ازاي اه ساني واحكي ساني واحكي يوص يوص طيب انا يعني بعتذر طبعا على هذا العطل الفني استاذ سيد عبد المجيد مدير مكتب الاهرام بتركيا اهلا وسهلا بك مرة اخرى استاذ سيد كنت اتحدث معك هل تسمعني الان استاذ سيد هل انت معي حول الان الى استاذ طه عودة الكتب الصحفي من الصنبول استاذ طه ماذا لديكم جديد بخصوص هذا الموضوع هل تأكد بالفعل البيان الذي صدر عن الجيش التركي بانه قام بالسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد طيب معنا اتحول الى معالية سفير رخى احمد حسن عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية هل ما زلت معي معالي سفير يعني لا قنوات مصرية نفعة ولا قنوات خاصة نفعة واضح ان اعلام مصر كله كده في البلالة طب بلاش اعلام مصر بلاها اعلام مصر خالص تعالوا ناخد اخبارنا من اي بلد تاني ناخد من سوريا مسا في ليلة سقوط الطاغية رجب طيب اردوغان كسرت ساق عرش الوهم الاردوغاني اليوم تم تقليم اظافره بالكامل اليوم خلعت انيابه وقلمت اظافره انا اعتقد ان اردوغان بشكل مطلق انتهى انتهت اسطورة الاخوان الصهيونية الى غير رجعة اردوغان طلب اللجوء الى المانيا هذا الكلام يهز ثقة المشارع فيه بان اردوغان هذا المجرم الرئيس المخلوع هذا هو مصدر الارهاب الجيش التركي نجح بانقلابه العسكري انا اقول بكل فم ملآم الانقلاب نجح سوريا ستتخلص من الشبر التركي هذا هو يتساقط ويتهاوى ليقتفي الهارب اردوغان اثر مرسي وليكون ختام اخوانية من مبتداها التركي وانا اعتقد انه ستشكل محكمة الى اردوغان توقعاتي يحاكم فيها وينفس في حكم الاعدام نعم انتهى دور الاخوان دكتور عبدالقادر بشكل كامل اذا هي ليلة سقوط اردوغان الهارب اردوغان يتحدث مع احدى القنوات من مخبئه البارح مشهده هو هو يظهر من الموبايل بسكايب مع المزيعة هو كافي لايهانته بالكامل امام المشاهد التركي الهارب اردوغان يتحدث الان مع احدى القنوات التابعة له عبر سكايبي انا اريد ان اذاكت فقط انت بدأت كلامك بانه هو في المطار وهو محاصر انا الو الو انت روح زفين يا جدعان معلش معزورين برضه الاعلام السوري رتبك جدا اصلاهم مش متعودين على المشاهد الدموية دي ورون ما شافوا جيش بيدرب الشعب ولا برميل متفجرة ولا حاجة خالص يعني نحن خلال خمس سنوات من العدوان ما شفنا كتيبة عسكرية سورية واحدة انشقت يعني ما نصعت للأوامر ما شفنا الشرطة والجيش على القنو مع بعض ما شفنا كتائب عسكرية عبدت قاتل ما شفنا الطيارة اف 16 عبدت ضرب هليكوبتر اثنين سوريات ما شفنا هذا الشيء اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو إحنا نستعبط. طب خلونا يا جماعة نرجع لموضوعنا. سيبك من إنها كانت نفس الأخبار في الإعلام المصري والإعلام السوري. لكن النفس اللي اتصالت برضو مش معقولة تشابه ده. نفس الاسكريبتر بيتوزع. يا الناس دي مصادرها إيه؟ أنتوا يا جماعة بتجيبوا أخباركم منين؟ سكاي نيوز عربية نقلاً عن سكاي نيوز. وفقاً لسكاي نيوز العربية. أنا سمعته على سكاي نيوز. آخر حاجة أريناها دلوقتي قدامنا سكاي نيوز. إنه بيحاول يلجأ إلى ألمانيا. كان يوم مميز جداً في هذه الغرفة غرفة الأخبار في سكاي نيوز عربية. كله بتفرج على سكاي نيوز دلوقتي. كل الإعلام الغربي والعربي والأسيوي نسخة تبقى الأصلي. وغالباً ماشي وراء سكاي نيوز عربية. مواكبة الأخبار بأعلى معايير المهنية. وعدناكم بالأخبار الصادقة من كل مكان. ووفينا بوعدنا. سكاي نيوز عربية. راعية الانقلابات والصورات المضادة في الشرق الأوسط. سكاي نيوز أكتر قناة بروفيشنل. لكن عنده مشكلة واحدة. مصحوا كل الأخبار الكذب بعدها بساعتين. الإعلام الكذاب أو الإعلام الغير مهني أو المضلل يشتغل إزاي؟ بيجيب خبر صحيح وبيلعب في تفسيره. يعني مثلاً بيجيب خبر زي حدوث انقلاب في تركيا. ده خبر كل الناس عرفاه. لكن الإعلام المضلل بيفسر تفسيرات على مزاجه. زي التفسيرات الغلط اللي كلنا شفناها من شوية. ده اسمه إعلام مضلل. لكن سكاي نيوز بقى تخطط المرحلة دي. سكاي نيوز ألفوا أخبار مش موجودة أساساً. قالك مثلاً أردغان سافر على ألمانيا. الخبر ده انتشر في الشرق الأوسط كله. خبر اتألف وتصاغ وتكتب بس على شاشة سكاي نيوز عربية. يعني كده سكاي نيوز تحولوا من وكالة أنباء لوكالة تأليف أنباء. فين بقى المهنية والشغل ده؟ فين بقى المهنية يا إعلام يا مصري؟ إزاي الإعلام المصري سمح لنفسه بإنه يلقل أخبار من مصادر غير موثوقة زي سكاي نيوز عربية؟ مش ممكن. مش ممكن يكون ده حلنا بعد الثور. في أي حاجة تغيرت ثورياً في مصر؟ آه طبعاً. أنت مش حاسس ولا إيه؟ ده الشعب كله حاسس. بص إحنا عملنا ثورتين. واحدة كانت في خمسة وعشرين يناير والثانية الثلاثين يوم. ما أقول يعني ما حسيتش بالتاني. عموماً الشعب من مصري كله سأل نفسه نفس السؤال. وكله عارف إجابته. الكلام ده تقوله لحد تاني غيرنا يا سبراهيم. في أي حاجة تغيرت ثورياً؟ قولولنا رأي حضراتك في هذا الأمر. أنا بقول لك نسأله آه بس مش كده. يلا إحنا كنا بنقول إيه؟ تعالوا غير الموضوع لأن بصراحة الموضوع مؤلم. ووضع تركيا يا جماعة ووضع مختلف يعني علشان تفهم وضع تركيا. لازم تفهم تركيا دي عاملة إزاي؟ تركيا متقسمة النصين. نص أوروبي ونص أسيوي. وفي النص أصل المشكلة. دولة تركيا دولة لحكم الخريطة. هتلاقي جزء كبير جداً في آسيا. آآ جزء ضعيف جداً في أوروبا. في حين أنه الأوروبيين بيعتبروا يعني الحتة اللي موجودة دي اللي هي بتعدي فيها الجولدن بريتش ده. يعني متبروها كده زي البواسير. آآ علشان كده الانقلاب فشل. الناس دي مش نقصة. أي تغيير في المنطقة هيتعبهم. علشان كده لازم حال غير الانقلاب. لازم حاجة جديدة كده. حاجة زي ايه؟ وفرض الشعب أراد إرادة خاطئة. يصححها يا سيدي. يصحح حاجة من اتنين. يصحح في الانتخابات الجاية أو في صورة. إلا ما مش بينقلال. الطريق الديمقراطي والطريق الوحيد للتغيير. بصت. أردغان ليه أخطاء زيه وزي أي رئيس في العالم. وفيه ناس كتير على فكرة بتكرهه. ده الطبيعي. بالتالي ليه معارضة قوية. لكن المعارضة المدنية اللي بجد هي اللي مؤمنة بالديمقراطية. لما بتحب تحسب الرئيس بتحسبه بالقليات الديمقراطية. وبترفض الانقلاب عليه. المعارضة المدنية العلمانية في تركيا ما وقفتش خالص مع شخص أردغان. بالعكس ده وقفت بس مع تركيا. ولحنا على فكرة يهمنا الشخص أردغان ده خالص. لكن التجربة التركية إداتنا درس في كيفية الدفاع عن الديمقراطية. فحبين نقولها شكرا. استنوا. أهلا بكم مرة تانية. لسه برضو مع الانقلاب اللي حصل في تركيا الإسبوع ده. بعد الانقلاب ده فيه ناس فرحت وفيه ناس اتصدمت وفيه ناس زعلت. وفيه ناس رجعت عن رأيها وحس إن هي كانت غلط. لكن فيه ناس بتطبلوا خلاص. مش فرق معها أي حاجة. أي أن كان هو إيه؟ هي جاءت تطبلوا بس. لكن في وسط دول كان فيه واحد بس هو اللي متمسك برأيه ما بيطبلش الحد. وأنا واحد من اللي يعني بقيد ما جرى لأردوغان سواء نجح أو فشل. ولكن أنا مع كل ما جرى النهاردة ضد أردوغان وضد نظام حزب العدالة والتنمية وضده كل واحد بيتأمر على بلدي. أنا بقف ضده عشان كده كان مهم جدا نحن نطلع صدقه يبقى موجود معاكو ننقل ما يجري أو ما جرى في تركيا. وإحنا من موقعنا ده بن بارك ليك أو سيد أحمد أول واحد ثابت على موقفه. نفسنا والله ينسى قفلك بس خايفين لا تتعصب. يعني بغض النظر طبعا عن موقف خبي بس مش دي القضية خالص. المهم إنك ثابت على موقفك عشان كده إحنا بنحييك وبنقولك أوعى تطبل لحد. خليك زي ما أنت كده أنت ما بتطبلش كده. المهم عرفنا مع بعض في أول فقرة ليه الإنقلاب التركي فشل. لأن للأسف الجيش كان بيتحلى بالإنسانية والرحمة وده غلط جدا. يا جماعة لما تحوز تعمل أي انقلاب في حاجة اسمها أبجديات العمل الانقلابي. يعني أبجديات الانقلاب كده فيه ست سبع خطوات بيحصلوا. إحنا ما فيش شفناهمش أولاً. إيه بقى الست سبع خطوات اللي هي. يعني أولاً إنت لازم يعني تقفش، تحبس، تقتل، تعمل حاجة مع رمز الشرعية اللي إنت بتنقلاب ضده. أول خطوة تتعامل تحديد إقامة الرئيس. على طول. ده الأصول. ده الأصول. ده الأصول لانقلابات. كنا نتصور أن هناك جدية في الانقلاب العسكري ولكن لم يلجأ الجيش إلى اعتقال أي وزير أو رئيس حكومة أو رئيس الدولة مع أن هذه من أبجديات أي عمل الانقلابي. يعني كل الناس كانت برى لقبضة الانقلابيين يعني لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان ولا الأمين العام للحزب ولا أي حد قيادة كبيرة كان الحياة تحت سيطرة الانقلابيين. يعني مثلا حتى عندنا في مصر لما حصل في صيف 2013 كان أول قرار قبل ما الرئيسيس يطلع يقول للبيان بتاعه كان متحدث من الجيش وطلع في القناوات المصرية قال أن الرئيس مرسي الآن بماعزة عن التخاذ القرار السياسي. يا جماعة يا جماعة ما تغششوش حد ما تنقلوش لحد خبراتنا. إحنا تعبنا بجد جدا على ما قدرنا نقنع الناس أن الانقلاب بتاعنا صورة بالسهل كده تنقلوا الخبرة بتاعتنا. خليكوا أسكية أسكية زي الناس اللي عملت الانقلاب. الناس اللي عملت الانقلاب عملته فضلت سكت خالص ومحدش يعرف أي حاجة عن العمله. برحب بسيارة تبلواء ناجي شهود مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية في أكاديمية ناصر. أهلا بك يا تود السامة. أنا ما فكرت وأنا في الخدمة إن أنا لازم القوات المسلحة المسلحة تتحرج وتلبي طلب الشعب. كان في دماغي برضو إن أنا أكتب 3-4 بيانات مسبقا والبيانات دي تبقى جهزة. ما ينفعش أنا بفكر في انقلاب ما هو حط نفسك مكان لانقلابي. يا لا يا عزكاء. انت خالص كده. انت بواسط كل اللي بنحاول نداريه بقالنا 3 سنين. مش ممكن يا جماعة. طيب اتعلموا مننا بقى اتعلموا مننا. أول حاجة علشان تعرف تداري على انقلاب الراجل ده ما يطلعش على التلفزيون. دي أول حاجة. تاني حاجة زي ما هو قال كده. جاهز 3-4-5 بيانات محترمة أو 5-6 خطابات. عشان أول ما يحصل الانقلابات ما انتو عارفين. الانقلابات دي بتيجي على سهوة. فجأة كده. أول ما تيجي انت على طول الخطاب اللي انت مجاهزه جاهز ان شاء الله. الخطابات دي بقى بتكون فيها ايه؟ بتاخدها كابسة هواكة بحنية. بتدي وعود في شنك. حمس تقولهم لا والله ما حكم عسكر. بتدوم شوية كتير. بتبدأ تتنحنح تقولهم يا مسريين. مش عافين انتو روح عينينا ولا ايه؟ لا بجد انا بتكلم بجد. كون كده. الحاجات دي مش احنا بقى الا نعلمكم. لكن عشان الانقلابات برضو يا جماعة فن مش مجرد عن عن. فاحنا دلوقتي معانا خبير الانقلابات الباحث في الشؤون الديمقراطية. وصاحب كتاب رحلتي من الشكل العسكرية. الاستاذ مارعي بخيت. انا استاذ مارعي. طب استاذ مارعي خليني ابدأ معك على طول واسألك. ليه انقلاب تركيا فشل؟ انا 90% في الانقلابات العالم انا اللي اعملهم. نضموهم مصر. حتى انقلاب تركيا انا اللي كنت اعمله. بس اختلفنا في الفلوس. اللي خسر معك. طبعا. المهم اسباب فشل انقلاب تركيا عدة اسباب. المهم ما عندهمش دموع احمد بدير. ما عندهمش عزيمة الهام شهيد. ما عندهمش رابطة محبين مصر. والله يجوا ايه مبثلين تركيا جنب عزيمة الهام شهيد. تجعيد يسرى الجميلة. دموع الفنان احمد بدير الصادقة الجميلة. على فكرة. انا اللي دربت احمد بدير. وانا اه اه اه. وحكاية دموعه دي انا اللي عملتها له. حتى بص. ما ينفعش. ما ينفعش او استاذ جوبة. ما ينفعش. مصر. مصر يمكن تسقط قبل. ما ينفعش. ما ينفعش او استاذ جوبة. ها. ايه رأيك؟ الله عليك. الله عليك وابا استاذ مارعي. بس برضو يعني من وجهة مصر انا بقى الشخصية. يعني اسباب فشل انقلاب تركيا انهم ما عندهمش المواطنين الشرفاء. المواطن البسيط ده ابو فن الله حملات وشوما ده اللي بينزل يجلوا على المتظهرينهم. بتديروا على دماغهم وقعوا على طول. الله اكبر عليك يا استاذ جوبة. الله اكبر عليك. انت حسك الانقلابي عالي جدا. فعلا. الانقلاب الناجح يعتمد اعتماد كلي ولا اذا جزئي. على الراجل ابو الباس ده. ده فيه حاجات تانية. اهمها ان لازم يشحنوا الشعب قبل الانقلاب. اقول لك انا حاجة. انت لو عندك صنية كيكة. وحطتها في الفرن. وفتحت الفرن عليها كل شوية. ايه اللي هيحصل؟ هتهبط منك. اقول انقلاب كده. لازم تتقل عليه. عشان ما يهبطش منك. بس للأسف هيعجنت منهم. انا عجبني جدا على فكرة التشبيه بتاع الكيكة ده. انت عايز تقول ان الجيش التركي استعجل وفتح الفرن. عكس بقى الجيش المصري اللي عارف المقادير كويس. وبيع فيه خبز. لا يا استاذ جوب. انت لو تقص التشبيه يبقاه. لكن لو بتقص التريقة يبقاه برضو. طيب تنصح بايه اي بلد عايزة تعمل انقلاب ناجح بقى. احمد موسي. بس. طبعا ده يقوم باي انقلاب لوحده. ده بقى يوصل الانقلاب دلوقتي جدا دلوقتي. اقولك. انا مستعد اخد منك البرنامج ده والكورس اللي انت قاعد عليه. بس. اتصل بيه. لا بقولك ايه بقولك يا استاذ مرعي لا سمع. استاذ مرعي. انا كنت بهوشك بس خلا. في ايه. طيب استاذ مرعي. نويا على ايه الفترة جايه في مصر. احنا تواصلنا الفكرة. تجيب فلوس لمصر. السيش هيفتح مكتب استشارات انقلابية. هيستفيد بها الجيوش اللي عايزة تعمل انقلاب ناجح. بمقابل مادة زائد نسبة من الارباح الجيش المنقلب لمدة عشر سنين. من عائد المصانع بتاعت المكارونة بتاعتهم. يا استاذ مرعي يا استاذ مرعي. مفيش جيوش بتعمل المكارونة. كلام ده عندنا احنا بس. انت كده الحاسة الانقلابية عندك نزلت. بقولك جيش منقلب. انقلاب يعني حكم. حكم يعني فلوس. فلوس وصروات بلد كاملة. مين اللي هينظمها ويوزعها ويقسمها. احنا بنتعب قوي يا استاذ جوه. انت متخيل. متخيل الشغل اللي بتعمله الحكومة والمعارضة والإعلام والشركات والبنزينات والحلويات. وكله كله كله كله. كل حاجة في البلد الجيش هيقوم بها لوحده. الله انا لما الجيش يعمل كل حاجة ما الملة يحمل بلد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا استاذ جوه. ربك هو الحامل. انت هتغفر ولا ايه؟ لا إلا الله. لا إلا أنا أسف. استغفى الله العظيم يا رب. استغفى الله العظيم. يعني احنا بجد بنوشكر حضرتك جدا على الدروس الإيمانية العسكرية اللي انت قدته لنا النهاردة. وبنقول لكل جيش العالم يا ريت تتعلموا من التجربة المصرية. وهرض لك الجيش التركي. وتتعوض إن شاء الله في انقلابات تانية. شرفتنا يا زمارعي. شكراك. عايز تعمل انقلاب ناجح؟ تعال ونقولك تعمله إزاي. احنا المصريين قدوة في الانقلابات. الانقلاب الصح بيتعمل على النار هادية. فيه ناس بتغلط الغلطة بتاعة انقلاب تركية. اللي هو أهب ما بين يوم وليه لو تنقلب لا. الانقلاب يا جماعة بيحتاج تحضير. خد عندك المقادير. أول حاجة هتحتاج إعلام محرم. تاني حاجة تنظيم سازك على نياته مش فاهم أي حاجة منعزل عن الواقع. ده بيساعدك على فكرة. كوبايتين بقى أزنات مفتعلة في البلد. يعني أزمة بنزين، كهرباء، اقطع الماء لو قدرت. تمام كده؟ الناس قربت تستوي؟ لا، هتلك بقى 3-4 عيال وجوه جديدة حد شرفهم. وزحهم على الفضائيات يتكلموا عن حاملة ضد النظام. اضحك على المعارضة الليبرالية. عشمهم إنه هم اللي ينسوكوا البلد بعد كده. ما تخافش، هتلبسهم الطرح بعد كده. لا تقلقش يعني. أولا تنسى تخلي العالدي تعلن عن الموعد اللي انت بحدده. احشد الناس اليوم ده بكل طاقة. ها، جي اليوم، الناس نزلت، نزل الشرطة معاه. ونزل الجيش ووزع عصيره وفي نفس الوقت اعمل إنك اتفاجئت إن الناس نزلت. هو هيبقى واضح طبعاً إنك بتستعبت لكن مش مشكلة ما حدش ياخد باله. المهم قد الرئيس مهلة 8-40 ساعة عشان يمشي. ما هو مش فعن حاجة طبعاً مش هيمشي. اخطفوا. في الناس هتنزل؟ قتلهم. غنى على الدم. ما يصحش؟ لا، ده انت هتجيب ناس ترقص على الدم. فاكر اللي برالين إياهو. اللي يرقص معاك صاحبك وحبيبك وكفاءة. اللي مش يرقص يقعد في البيت. هم كده كده دورهم انتهى. هم يا معلم كده قدر أقولك ألف مبروك سكتك خضرة 30 سنة قدام. وكل انقلاب وانتوا بخير. اهلا بكم مرة تانية. ضيفي النهاردة ضيفي استثنائي معانا ضيف مصور صحفي تخصص تصوير اشتباكات. لدرجة ان هو في واحدة من الاشتباكات دي ما بين الشرطة والمتظاهرين خدرو صصف وشه. واستقرر تقريباً بالقرب من العمود الفقرية. يعني تقريباً على بعد 2 ملي من النخاع الشوكي. رحبوا معانا بالمصور الصحفي الشجاع إبراهيم المصري. مناورنا يا إبراهيم. خطط معليك والله. بصراحة أنا اللي تخضيت. بسم الله ما شاء الله يعني. إبراهيم عايز اسألك بعد ما عرفت تفاصيل رجوعك للحياة الحمد لله. إيه اللي رجعك تاني للمهنة. يعني إيه اللي خليك تخاطر بحياتك تاني بعد ما انت شفت الموت فعلاً بعينه. بكل بساطة عشان أي حد يبقى فاهم ما طبيعة عمل للمصور الصحفي هي درجات. درجات حب المخاطرة درجات حب إن هو ينزل يصور بذبط عمل زي البطارية. المصورين وخصوصاً المصورين للاشتباكات والحروب. بيبقى عندهم كده زي البطارية بتاعتهم تبقى مشحونة على الآخر ينزل يصور ينزل. مفيش مشكلة طالما الطاقة موجودة بينزل عادي مفيش مشكلة خلص. إبراهيم احكي لنا يعني إيه أخطر موقف تعرضت لي في حياتك غير الموقف الرصاصي. هل في مواقف تانية تعرضت؟ شفت فعلاً الموت قدام عينك بس في مجال مهنتك؟ شفتوا كتير طبعاً. يعني مصر تقريباً مصورين صحفيين ما بيشتغلوش في حاجة غير أن هما بينزلوا يغطوا مظاهرات أو يغطوا اشتباكات. وبتعرضوا لها يعني وهم عارفين على فكرة فيه قطاع كبير جداً من المصورين. منازل بعارف أنه هيتعرض لمخاطر وهيتضرب وهيتبهدل وقد يكون متعرض للسجن كمان. طيب بمناسبة ده خلينا نروح نشوف مقطع من تصويرك. يمكن أنت شوفت فيه برضو الموت في فض الربعة. ترجمة نانسي قنقر إبراهيم إيه طبيعة العلاقة القوية اللي ما بينك وبين الكاميرا اللي تخليك تشوف ضرب الرصاص والقتل والضمار والطيران والحاجات دي كلها وتخليك تنزل برضو تصور. يعني هل مثلاً اللايقات الفلوس الشهرة عايز بقى مشهور؟ يعني أنا من معرفتي بك أعتقد أنت عايز فلوس؟ يعني بصراحة أنت شايف يعني العز اللي أنا فيه. يعني تريد ما بسافر بقى وبروح واجه. صراحة النبي يعني مش عايز أقول لك أساساً كنت شغال في مصر دمورات تبع عمل إزاي. نعم نلملك فلوس لو عايز على فكرة. على فكرة أغلب اللي بيشتغلوا صحافة في مصر تريد ما بيقبضوش إلا اللي بيتعامل مع بعض الوكالات العالمية أو يعني بوهدول قليلين جداً. يمكن بعد الثورة إبراهيم فيه كتير من المصورين الصحفيين استشهدوا سواء على أيدي النظام على أيدي أعتراف تالتة مجهولة. من أكثر مصور صحفي أو مصورة صحفية أو صحفي عموماً تأثرت جداً باستشهادك؟ طبعاً ما ننساش أحمد عاصم السنوسي. ربنا يتقبله يا رب ويجعله في جناته. والشخص ده كان مجتهد جداً وكان متواجد دايماً في ربعة وكان دايماً أول ما بيسمع إن فيه شتباكات أو يسمع صوت أو يسمع خبر أو كان يعني بيقنم على طول على المكان اللي جاي منه الخبر ده. والسوش ده هو في المجزارة التانية أو الأولى اللي حصلت مجزارة الحرس الجمهوري. الله يرحمه. طيب نتفرج كده على فيديو برضو نتفرج عليه ونرجع تاني. موسيقى تزوها يسوي الموسيقى الموسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 تعتبر أكتر تجربة أنا شفتها من بعد قتال الشوارع اللي كان في مصر مجاعة بقى وناس بتموت من الجوع أهلا بكم في جوشو على شاشة التلفزيون العربي طبعاً كلكم عارفين هنتكلم عنيه الأسبوع ده حصل انقلاب عسكري في تركيا الجيش طلع وأعلن عن انقلاب عسكري وأسقط شرعية أردوغان كل الناس بصت على تجربة مصر وكانت خايفة ومرعوبة لتركيا توصل للحكم العسكري اللي وصلت لمصر كله أعلن ان ده انقلاب من أول دقيقة معاد أحمد موسى المهم أردوغان دعا الشعب اللي نزول في الشارع الناس على طول استجابت من أول دقيقة نزل للمعارضين قبل المؤيدين لأردوغان طلع الجيش واشتبك معاهم وقتل حوالي 260 واحد لكن الشعب ما سكتش وكله أعلن رفضه لسيطرة الجيش معاد أحمد موسى فالشعب في الشارع بقى قدر في ساعتين بس ان هو يسقط الانقلاب اللي سلقوا الجيش وكله كان فرحان وكله نزل وهتف واحتفل معاد أحمد موسى هي حكاية أحمد موسى مساء الخير على حضراتكم مشاهدين الكرام في كل مكان حلقة النهاردة حلقة خاصة مع حضراتكم من دلوقتي لحد ما الصبح تقريبا يعني ابدأوا من دلوقتي جاهزوا نفسكم بسأل خير عم أحمد بسأل فل باشا بسأل خير على حضرتك احنا جاهزين والله قاعدل لك بص جابل لك الفشارة هو ابدأ لنا كده بقى احكي لنا وقل لنا الحكاية من البداية هو انقلاب ولا تمثلية لا انقلاب انقلاب هو عايزين هم ايمين بصورة مش ايمين بانقلاب تمام ايمين بصورة ايمين بصورة اه انت متان فشلت بقى انقلاب ما يجري في تركيا ثورة قام بها الجيش التركي والجيش التركي عندما يقوم بهذه الثورة دائما ينتصر ما تقولش انقلاب مين ما فيش انقلاب في تركيا انا بقول اهو هي الثورة قام بها الجيش التركي انت بزعق ليه انا بتخد والله اول ما بسمع صوتك ما تزعقش بالراحة وايه ثورة من داخل قوات المسلحة التركية دي اه تقصد انقلاب ثوري لا بس ده ما تكملش معهم ساعتين يعني لا منه ثورة ولا منه انقلاب يا ترى ده يطلع ايه انتشار الجيش التركي بشكل كبير في اسطنبول وفي انقرة ده خبر كويس وانا شخصيا سعيد به واول ما دخلت الستوديو قلتك يا رب يكون استلاع على الحكم يا رب يا رب يكون استلاع على الحكم يا رب يا رب يطلع صوته مسلح على الحكم يا رب يا رب الاستلاع على الحكم يا رب يا رب يا عم انحاء العالم يا رب يا رب اي حاجة فيها دموقراطية حتدرفوضها يا رب على فكرة على فكرة هو طلب كويس بس للأسف والله ده مش عندنا في المينيو بص فيه ثورة شعبية وفيه انقلاب يعني ممكن أو ممكن نعمل لك سبيشة الأردن نعمل لك انقلاب بناكد ثورة حاجة كده ميكس انقلاب ثورة أو انقلاب مص سوى كده زي اللي حصل في تركيا بص ادينا انت بس ساعتين وإن شاء الله ويكون الأردن عند حضرتك بس الانقلاب ده ليه يا جماعة ليه ليه الأطراك عايشين عيشة حلوة وحرية وفي مدة أصيارة بقت تركيا دولة متقدمة لتولي السلطة الرؤية المصرية هي التي انتصرت في الآخر وخلينا أرجع بذاكرة شوية لما الرئيس السيسي أثناء انتخابه قال أنا بكرة أكبر وأضربكم دي كانت إشارة وناس سخرت منها احنا النهاردة بنشوف بعد سنتين من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي كيف أن الرؤية المصرية هي التي انتصرت ايه ده ثانية واحدة يعني بكرة أكبر وأضرب وكرة رؤية مصرية عشان يحسن انقلاب لا استنى بقى نرجع للأرشيف بقى استغلني بقى كده بقى خليك معايا دي كده ما يصحش كده يعني محاش قسم بالله تاني كون كده اهي ادي بكرة أكبر وأضربكم لحزب العدلة والتنمية ومناصرين للحكومة اتجهت المطار وهناك لقيت تجمعات يعني بالآلاف طيب نشوف صور خلينا نشوف صور من الكلام اللي انت بتقوله ونرجع لك تاني إبراهيم انت ماشي كده اي حاجة بتصورها معاك الكاميرا بتاعتك على طول بتوسق الأحداث؟ بصة وقدرا سبحان الله اليوم دوتا ما كنتش نازل بالكاميرا فيه والكدرات دي كلها كدرات موبايل دي موبايل بصة الفكرة في ان المصور دايما بيبقى عايز يعقد كدراته بأي طريقة سواء بقى بالموبايل او بالكاميرا الفكرة كلها ان يكون عنده السنس انه يختار الكدر بتاعه والوضعية بتاعته والزاوية بتاعته ان يقدر يطلع الصورة زي ما هو عايز طيب إبراهيم في حاجة نسيت افرجها للسادة المشاهدين في بداية الحوار كان مفهوضة فرجها في الأول دي الأشعة بتاعت إبراهيم التالي دي مفاجأة صح؟ لان انا في اليوم ده حضرت في المستشفى وكانت معاي شفت الأشعة ديت تقريبا الرصاصة كانت في العمود الفقري الف سلام عليك الثاني يا إبراهيم الف سلام عليك وربنا يحفظك يا رب لأسرتك والمهنتك وانتظرونا الحلقة الجاية من جوشو شرفتنا يا إبراهيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة